بقى عن فشان الإيراني حيث حث وزير خارجية الاتحاد الأوروبي طهران على الحفاظ على الاتفاق والتراجع عن التقصير في التزاماتها اتجاه الاتفاق النووي وذلك خلال لقائه بنظيره الإيراني محمد جواد ضريب في نيو ديلهي فيما اتهمت إيران الأوروبيين بالتضحية بما تبقى من الاتفاق من أجل مصالحها الاقتصادية وذلك في عقاب ما بدأ وكأنه ابتزاز لها من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا حدود تنزم إيران في عملية تخصيب اليورانيوم تصريحون هو الثاني للرئيس الإيراني حسن روحاني في العاصمة طهران جاء عقب القرار الأوروبي بتفعيل آلية حل الخلافات للاتفاق النووي ارتفع التخصيب اليومي للإيرانيوم وذلك من توقيعنا على خطة العمل الشابلة المشتركة والمعروف أيضا باسم الاتفاق النووي في عام 2015 وفي غضون ذلك لا تزال طهران تؤكد على استعدادها في العودة للاتفاق النووي في حال رفعت العقوبات عنها ومن ناحيته استنكر مجددا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف إعلان الدول الأوروبية تفعيلها آلية حل الخلافات للاتفاق النووي رافعا أصابع الاتهام صوب ممارسات أمريكية تفرض ضغوطات اقتصادية على دول أوروبا وأمام الردود الإيرانية أفاد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد ملتزم بالحفاظ على الصفقة النووية مع إيران نقش بوريل وظريف آخر تطورات متعلقة بكل من خطة العمل الشاملة المشتركة والوضع في منطقة الشرق الأوسط وأكد بوريل على استمرار اهتمام الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على الصفقة النووية وكما في الماضي تراهن إيران على انقسام الدول المواقعة على الاتفاق فبينما تؤيد بريطانيا مقترحات ترامب الجديدة بشأن ملف إيران النووي ترفضها ألمانيا وهو ما حذرت بشأنه روسيا في وقت سابق